انتم ما تدرون بانه بين وبين الله معاويا ماذا فعل بالاسلام بعبارة اخرى في جملة واحدة الى السنة العاشرة بنو امي ما استطاعوا حاربوا الاسلام من الخارج عندما لم يستطيعوا ان يحاربوا خارجا ماذا فعلوا دخلوا الى اين الى الداخل فبدأوا يفرغون الاسلام من جميع محتوياته الاساسية على كل مباني الاصولية يعني في الاصول الدين وفي ماذا وفي فروع الدين ولهذا تجدون نظرية التجسيم هم البني امي يا مولان في عصر الصحابة ما موجودة نظرية التجسيم نظرية الجابرة هاي من انتاج من من انتاج معاوية مولان وهذه كلها جاءت شيئا فشيئا تسربت لمن ها تسربت لمن تسربت الى التشيء الى التراث الشيع الى الموروذ الشيع ولهذا نحن قلنا ونقول ونؤكد ونصر على ما قلنا ان كثيرا من تراثنا الذي وصل بأيدينا تسرب من اين تسرب من التراث الاسرائيلي الينا مو انه وعدي ادل مولانا قاطع على هذا اللي عنده استعداد فليجلس ولهذا انا معتقد ان كثير من هاي الروايات التي تكلمت عن وضع الصحابة عن ازواج النبي فيما بين ازواج النبي فيما بين اصحاب النبي هذه وضعها من وضعها بنو امية ليقولوا بابا ازواج النبي كان هذا وضعهم حتى يسقطوا كل اعتبار من لانه ازواجوا بني امية ازواج نساء هم شنو كان وضع المولانا قل لي شنو كان وضعوا ازواج ازواج بني امية ملوك بني امية ها كان على الاخلاق له خلاف الاخلاق اذا لابد ان يقولوا بابا بس احنا هالشكل لورسول الله هالشكل شوفوا عائشة شنو كان ومع الاسف ان بعض جهالة الشيعة وبعض جهالة السنة تصور ان هاي الروايات بابا موجودة في كتبه بابا هاي كتب من وضع هاي الروايات هذه كلها من موضوعاتي وهكذا تحريف القرآن وهكذا وهكذا كلها من موضوعات بني امية